البورصة هي مرئات اللي بيحصل في أي بلد في العالم البورصة بتاعت البلد دي بتبقى مرئة لأي أحداث بتحصل في هذه البلد طبعاً الأحداث كتيرة بتحصل في مصر طبعاً إحنا طالعين لسه منعيد فطبعاً بتبقى الحياة لسه ما اشتغلتش كويس أو الماكنة لسه ما دارتش بشكل كامل فيبقى فيه تأثير على البورصة انتخابات اللي احنا دخلين عليها دي والأواضي اللي طلع على الفلول والحزب الوطني وأكيد حتتأثر على البورصة أكيد جامعة الدول العربية لما طلعت قرار خاص بسوريا ووقف سوريا في جامعة الدول العربية أكيد بتحصل طبعاً هعرف من ضيف إذا كان بتأثر على البورصة ولا لا إذا كانت الحاجات الخارجية أكيد الأحداث اللي حصلت في ان احنا الميناء اللي وقف فجأة الشغل فيها ممكن تأثر على البورصة أكيد قطع الطريق الدولي بتاع مصر ممكن يأثر على البورصة أحداث كتيرة جداً وعشان كده إذا كان فيه إيجابيات أو سلبيات أنا للأسف شغل بقولش غير سلبيات إنما أكيد فيه إيجابيات ممكن تأثر على البورصة وعشان كده إحنا هنا في نهارك سعيد دايماً يوم الحد بنتكلم عن فقرة خاصة بالبورصة لكل محب البورصة والعايز يتابع الأحداث اللي بتحصل في البورصة معايا أستاذي الأستاذ محمد وجيه خبير أسواق المال صباح الخير يا فبد صباح النهار أستاذ محمد زي ما أنا قلت مرآه للي بيحصل في المجتمع صح؟ طبعاً طبعاً الفترة اللي فاتت آآ كان فيه أو الأسبوع اللي فات كان فيه آآ النزول في مستوى البورصة مكانش فيه صعود طبعاً ده سببه إيه؟ الأول بعد ما تصبح على المشاهدين الكرام عايزين نقول للناس يا جماعة مش دايماً دايماً الظروف بتبقى كلها سودة تمام ومش دايماً مع كل التدعيات السلبية وكل المؤسرات السلبية اللي بتأثر على أي سوق مال لازم تبقى بالضرورة أنه التأثيرات كلها سلبية وأنه دايماً بنعيش في موجة من الانخفاض لا محدود دايماً احنا منبص للسوق على أنه كائن حي والكائن الحي ده بيتنفس زي ما بينزل بيطلع يعني إذا ما كانش ياخد النفس ويخرجه هو عمره مع يعيش فإحنا لازم دايماً نبص لمنحنات السعرية على أنها حركة تزبزبية فيها حركات صعود وفيها حركات هبوط وكل هبوط بييجي وراء صعود وكل صعود برضو لازم ييجي وراء هبوط وإن اختلفت الحدة الأسبوع اللي فات احنا فعلاً كنا نازلين مع أن الاتجاه العام في مصر ما كانش نزول بس هو احنا دايماً متعودين أن يومين العمل اللي قبل الأجازات واليومين العمل اللي بعد أي أجازة بذات الأجازات الطويلة زي أجازات الأعياد ما بيكونش فيها اكتمال للقوة المؤثرة على السوق وبالتالي بيقى فيه نوع من أنواع الخلل في التوازن القوة الحكمة للسوق يعني إيه القوة الحكمة في السوق احنا السوق بيحكمنا دايماً قوتي الرئيسيتين قوة المشتري قوة البائع المشتري بيرفع السوق للصعود والبائع بيدفع السوق نحو الهبوط وبالتالي تفوق المشتري على البائع في حجمه بيخلي السوق يتجه نحو المشتري يعني يتجه نحو الصعود والعكس صحيح فالنهاردة احنا خارجين من عيد الأفراد كقطاع مهم جداً في البورصة لسه ما رجعوش لحالتهم الطبيعية من نشاطهم في التداول لسه متأثرين بالأجازة ومتأثرين بظروف صفرهم في العيد وفي نفس الوقت المؤسسات لسه ما عندهاش بيانات كافية للدراسة والتحليل بحيث أنها تقدر تاخد النتائج وتاخد عليها قرارات تقدر بيها تقود السوق بشكل فعال لأن الأحداث اللي حصلت في فترة العيد في العالم كله المفروض أنها مؤثرة على سوقنا كان المفروض أنها تتحلل فطبيعي أنه أول يوم تداول ده بعد الأجازة بيكون فيه لسه خلل في المعلومات شوي عظيم أستاذ محمد أنا قبل العيد كان فيه نسبة صعود تمام صح؟ يعني كل يوم أقارف الجرنان إن البورصة عمالة زيت تعود 3 مليار مش عارف تتعود 3 مش يعني كان فيه صعود مزبوط ده حقيقة حضرتك يا ليه تفكرنا كده كان فيه أحداث ايه في مصر بتحصل خقدت للصعود ده شوف إحنا عندنا في مصر حدث رئيسي مهم جدا وفيه توابع للحدث الرئيسي دي ده مجموعة كبيرة جدا من أحداث لازم ما نبصلهاش لوحدها لازم نبصلها مرتبطة بالحدث الرئيسي الحدث الرئيسي هو انتخابات مجل الشعب انتخابات مجل الشعب في حد ذاتها هي عبارة عن ترجمة إلى ان احنا على طريق الاستقرار حظيم احنا بناخد خطوة قريبة جدا من الموعيد اللي كانت أعلنت زمان قوي والناس نسيتها فده معناه ان هناك إسرار وهناك استمرار في المسيرة ان احنا نتحول إلى دولة مدنية او مش نتحول لأنا حطول عمرنا دولة مدنية سوى الفكرة ان احنا نصل إلى مرحلة دولة مدنية ديمقراطية حقيقية في مصر يعني فيه نية حقيقية لانتقال سلمي للسلطة لو بصيد على الحدث الكبير ده لازم نبص كمان ان الكلام ده ما بيعجبش كل الناس وبما انه ما بيعجبش كل الناس ومش كل الناس حبة قوي لمصر الاستقرار ومش كل الناس مصلحتها في ان الامور تستقر يبقى لازم نلاقي شوية احداث كده هوك فققيع بتحصل ومينفعش ان احنا نتعامل معاهل وحدها من غير ما نربطها بان فيه حدث رئيسي مهم وان دي عبارة عن مجموعة من ردود الافعال ساعات رد الفعل بيكون اقوى من الفعل نفسه فمنينفعش ان احنا نستهون برد الفعل ونقول ماشي ما احنا عشان ماشيين صح فمش مهم بقى ما احنا كده كده لازم ندفع التمن لا احنا نبص على الاحداث دي ونشوف تأثيرها علينا ايه ونشوف احنا نتعامل معها ازاي ونحاول طبعا الاستباق في الاحداث دي ان احنا نحاول نعمل محاولات استباقية ان احنا نحبطها قبل ما تحصل دي يبقى احسن واحسن لكن حتى لو حصلت نشوف احنا نقدر نتعامل معها ازاي فهنا العلاقة المهمة اوي ما بين السياسة والاقتصاد نعم عمرهم بينفصلوا احنا في الاقتصاد بنرصد تأثيرات السياسية علينا تمام وبنرصد كمان طب احنا ايه المؤشرات اللي احنا بنديها للسياسيين تمام عشان هما يقدروا ياخدوا عليها ردود افعال تترجم لقرارات سياسية وبالتالي نرجع احنا كمان نتأثر بها مرة تانية عظيمة فهي دايرة واحدة فاحنا دلوقتي لما بنبص على الانتخابات في مصر بنبص لها على انها بداية لطريق الاستقرار احنا السنة دي هنشوف حاجة عمرنا مشوفناها في مصر اللي هو تأسيم الانتخابات الى مراحل كويس القصة دي طبعا لها سلبياتها وايجابياتها الايجابية الاولى انها خفضت الحبل الامني والاهتمام بتاع الناس وبالتالي قدت فرصة لكل الاجهزة انها تتدرك الاخطاء اللي ممكن انها تحصل في المرحلة الاولى في المرحلتين اللي بعد كده لكن في نفس الوقت فيها سلبية خطيرة جدا وليها تأثير ومردود على الاقتصاد بالمواجهة التانية ايه هو انه المدة الطويلة دي بقى بتخلي انه تراكم الاحداث الصغيرة بتبدو في المرآة او في المشهد على انها احداث كتيرة جدا فتتضخم اعلاميا وبالتالي تأثر على نفسية الناس والناس اللي ما كانش عندها استعدادات انها تشارك في الاحداث السلبية دي هتتعاطف وتتفاعل نتيجة للدود الافعال اللي مش ممكن تكون كلها سليمة وكلها كويسة وكلها ماشية يعني بالقلم والمصطرة طيب سيد محمد عشان انت يعني فتحنا في منطقة جديدة يبقى انت بتردك على سؤالي هو انه من الفترة اللي فاتت اللي هي قبل العيد كانت واحد من ضمن الاسباب اللي خلت البورصة ترتفع حالة الاستقرار او ان الناس تشم ريحة ان فيه حالة استقرار بتخلنا موضوع الانتخابات والترشيح وان كنا ماشيين كويس صح؟ تمام حالة الامل طيب انت بتقول لي دلوقتي انك انت لو مرحلة الانتخابات دي لما بالطول ويبقى فيها بعض المشاكل الصغيرة ممكن تأثر في الاخر على البورصة بشكل غير ايجابي تمام تمام طيب خلينا نطلع من الموضوع ده ونرجع تاني دلوقتي البورصة النيل فيه اتجاه ان هم ان هم يهتموا بيها اكتر واكتر او يبقى فيها تدعيم اكتر او دعم اكتر ايه الفايدة ان انا ادعم بورصة النيل شوف ويا ريت حضرتك بعد اذن سياتك لو حد من المشاهدين مش عارف يعني ايه هي بورصة النيل يا ريت توضح له بعد اذن بورصة النيل هي احد الادوات المهمة جدا في البورصة البصرية وان كانت استحدثت حديثا يعني في مصر مبلاش عمرها في التداول سنتين لكنها حاجة مهمة وايه هي انا عندي مجموعة الشركات اللي هي بتمثل الاقتصاد القومي كلمة شركة عندنا هو كل مؤسسة منتجة في مصر سواء بقى منتجة لسلعة او منتجة لخدمة يعني احنا عندنا مثلا البنوك دي كلها اسمها شركات المصانع كلها اسمها شركات الانتاجة الزراعي كلها شركات الملاحة الطيران كل ما هو منتج لخدمة او لسلعة فهو شركة قابلة للقيد في البورصة المصرية عشان اتأيد في البورصة المصرية في حاجة اسمها ليحة القيد ليحة القيد دي بتضع مجموعة من الشروط اللي احيانا بتكون صعبة وصعبة تحقيقها لكل الشركات المقيدة في مصر يعني احنا عندنا مثلا في مصر مية وخمسين الف شركة بتعمل في مصر في الاقتصاد القاومي واكتر اللي مقايد منهم في البورصة ستمائة شركة فالمقارنة دي توريك قد ايه صعوبة القيد بالاضافة الى ان القيد في حد ذاته للشركة المصدرة ما فيهوش ميزة مباشرة يعني ما فيهوش اعفاء ضريب مباشر ما فيهوش اي مميزات ما فيش حاجة تشجع الشركة انها تخش للبورصة لكن هو فيه ميزة كبيرة جدا للمساهمين ولخطط التوسع لدى الشركة يعني انا ما بستفيدش حاجة كل يوم كشركة بس بستفيد حالة الثقة اللي موجودة عند الناس في السهم بتاعي في حالة ان انا اطلب ان انا اعمل توسع في شكل زيادة رأس مال او ان انا استلف من السوق مباشرة في شكل اصدار سندات بلاقي الناس اللي ترضى انها تمولي التوسعات في المشروع بتاعي فالشركة مستفيدة والمساهمين مستفيدين تمام عشان نقدر حقق الفايدة دي من غير ما اوصل الى حجم الاشتراطات العنيف الحجم الاشتراطات العنيف اللي موجود في لحة القيد برضو عشان نوضحه للستاذ المشاهدين هو عبارة عن مجموعة من الضوابط اللي بتضمن بيها الدولة ان هذا المشروع قائم بالفعل قادر على تحقيق ارباح في حالة عدم وجود مؤسرات خارجية طريقة خارج الارادة انه بيدار بطريقة سليمة احنا بنتكلم على طريقة واسلوب مش على نتيجة يعني له مجلس ادارة منتخب ولو جامعية عمومية ولو اسلوب ادارة رشيدة وفيه هناك طرق للرقابة ولو مرائب حسابات فيه مجموعة ضخمة جدا من الضوابط والضوابط دي ليها ضوابط دقيقة جدا بتصعبها وبتزوي التكلفات تمام مش كل الشركات تقدر انا بدون قطع كلامك عشان الوقتي تصير انا عايز اخش على بورسة النيل تمام في ديئة بس مش كل الشركات بتقدر تحقق ده فتفتحت لهم نفذة تانية اسمها بورسة النيل بنسميها للشركات المتوسطة والصغيرة ظروف القيد فيها او شروط القيد اقل كثيرا من اللي موجودة في البورسة في الجدول الرئيسي وبالتالي تسمح للناس انها تحضر نفسها خلال خمس ست سنين انها تتأهل للجدول الرئيسي وفي الفترة دي الناس برضو تعرفها وتحصل على ميزة ان الناس عرفتها وبالتالي تقدر في حالة التوسع اللي يوصلها للجدول الرئيسي انها تكون موجودة في السوق وتحصل على التبويل اللازم بورسة النيل بقى ايه اللي حصل فيها اللي حصل فيها انها كانت شغالة الاول بطريقة المزاد والطريقة دي طريقة احترافية شديدة جدا جديدة على مجتمعنا المصري وبالتالي مش كل الناس كانت قادرة انها تتفاعل مع الطريقة دي وبعض المحترفين والاسكية ابتدوا يطوعوا هذه الطريقة الى مصالح شخصية طالما انه مش كل السوق قادر يفهمها ومش كل السوق قادر يتعامل بيها يبقى انا اقدر استفيد بيها اقصى استفادة ممكنة لما اتغير النظام فيها وتحول الى النظام العادي كساعة في اليوم ده ادى سهولة في التداول وهيديها انتشار اكتر على مستوى كافة المتعاملين في السوق لانه هيقربها هو خلاص انت لجعتها لي للشكل اللي انا متعود عليه وبالتالي مش هاجد صعوبة مش لازم اذكر لها عشان اتعامل فيها انا هتعامل فيها زي ما بتعامل مع غيرها من الاسهم فبقت القصة كلها ايه ادرس السهمة ده من السهمة ده اشوف فين هنا وفين هنا انت حد التهليب ساعة في اليوم نتيجة لان عدد الاسهم اللي موجود فيها قليل نتيجة لان رؤوس الاموال اللي موجودة فيها قليلة فحجم التداول اللي فيها مش هيسمح باكتر من كده وده اعتقد انها كانت خطوة جيدة جدا هتساعد في اكتمال البنية الاساسية للبورصة اشتركوا في القناة